انطلاقاً من الشعور بعدم الارتياح إزاء البنايات المتراصة في الشوارع وبدائلها في التجمعات المغلقة ذات الأسوار والبوابات معروفة باسم كومباوند بأنحاء العاصمة المصرية اختار طيمور الحديد حلمه الخاص ببناء منزل مصنوع بالكامل من مواد يعيد استخدامها مرة أخرى وفي بداية مشروعه قبل أربع سنوات لم يكن الحديد يتصور شكلاً للمنزل والآن يقف المبنى الرائع المكون من طابقين في مدينة الشيخ زايد داخل حدود القاهرة الكبرى يقف شاهداً على سنوات من العمل المضني والابتكار الحديد المتخصص في إدارة الأعمال لم يكن لديه خلفية مهنية في أعمال الهندسة أو البناء ولم يكن يرغب سوى في تنفيذ فكرته التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة عندما بدأ يبحث عن منزل عند زواجه في عام 2012 وعندما عجز عن العثور على منزل مناسب جمع فريقاً يتألف من نحو عشرة عمال لديهم لمسات إبداعية بما في ذلك بناءون وفني كهرباء ونجارون ورسامون ساعدوه في تحقيق حلمه على قطعة أرض يمتلكها وقام الحديد بجمع الخرصانة والطوب الأحمر الذي استخدم من قبل وتم التخلص منه والقوارير الزجاجية لعمل جدران المنزلي والأسقفي وحتى الأسرة البيوت بتاعتنا ممكن واحد إليمها من الشوارع يعني هي المخلفات دي كافة أنها تبني بيوت كتير جداً والمواد كتير جداً مرمية في الشوارع يمكن الناس مش واخد بالها منها لأنها بتعتبرها زبالة أو حاجة يعني وحشة خلاص يعني محدش عايزة بس في منها مواد ممكن تعيد استخدامها تاني وتبقى حيلة وتبني بيت فعلاً الاقتصادي مش لازم يبقى كبير بالشكل ده أنا أصدت أن أنا أبني بيت كبير يمكن شوية عشان الفكرة تظهر وأن الناس تأخذ بالها منه وأضاف الحديد أنه جمع مواد البناء بالمجان تقريباً لكنه دفع تكلفة الحرفيين المهرة التي بلغت قرابة مليوني جنيه مصري أي ما يعادل 124 ألف دولار وقال إنه يأمل في أن يقتدي به الشباب المصري الذي يكافح من أجل العثور على سكن مناسب اشتركوا في القناة